نساء الفل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناتي الشيف نرمين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكونوا الوصفات والفيديو هاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم وسهل عليكم في التنفيذ النهاردة بمشيئة ربنا هنعمل حاجة حلوة كلنا بنحبها مين فينا ما بيحبش يفتر فول بس النهاردة هنعمل تدميس الفول بطريقة جدتي بقى حاجة جديدة خالص خالص حاجة جميلة قوي قوي بصراحة هتاكل فول زي الزبدة كمان لون الفول هيبقى معاك فاتح قوي مش هيغمق خالص وهقولك السر فحاجة بسيطة جدا هي اللي بتخلي الفول معنا يبقى زي الزبدة خالص كده ويبقى في نفس الوقت طريق ولونه حلو وهقولك كمان لو عاملة كمية كبيرة ازاي تحط الفول في التلاجة من غير ما يتغير منك للون الفول ولا طعم الفول أبدا يفضل أول طبق زي آخر طبق عملتيه كل ده النهاردة هتعرفين معايا إن شاء الله في الفيديو تابعي معايا النهاردة هتاكل أحلى طبق فول وأحلى فطار طبعا الفول احنا بتاعنا لنعمله كده ونحط بقى عليه شوية شطة وشوية دقة مع شوية لمون وزيت ونعمل أحلى فطار الصبح وطبعا زي ما انتو عارفين الفول ده من البروتينات ومليان قيمة غزائية عالية كبيرة جدا وكلنا بنحبه الأطفال والصغار ويعني مفيش حد ما بيحبش الفول يلا تعالوا معنا نشوف هنعمل ايه وهنعمل أحلى طبق فول ممكن نفطر به الصبح ازاي بس قبل ما نبدأ في الفيديو ياريت بقى تنزلوا تدوسوا على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر واتفعلوا جرس التنبيهات جنبها على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل الاشعارات والفيديوهات اللي بقدمها من قناتي وياريت بقى لايك حلوة كده للفيديو علشان الفيديو يترفع ونبدأ نتواصل مع بعض دلوقتي اول حاجة هنجيبها انا هجيب مثلا كمية الفول اللي انا هعملها انا هنا مستخدمة نص كيلو فول ويستحسن طبعا يكون الفول البلدي الفول البلدي بتلاقوا حباته كده صغيرة وده بيكون احلى في الطعم بكتير من الفول المستورد المستورد بتلاقيه عريض شوية طبعا قبل ما تدمس الفول شرط اساسي وسر واول حاجة هقولهالك انك تتنقع الفول في مياه لمدة 3 ساعة بس ما تقطريش عن 3 ساعة لانك لو كترتي هيقلب معاك الفول زي ما قلتلك قبل كده من فول لنابت لازم تنقل الفول كويس قبل ما تنقعي لان لو لقيت فولة فاضية او فولة مش مزبوطة كده تسيبيها على جنب علشان طبعا ايه دي ممكن تبوز معاك طعم الفول طبعا الفول اللي بنعمله في البيت بيبقى نضيف ومتنقل جير الفول اللي بناكله برا لان انتو زي ما انتو شايفين كده احنا بنقل الفول حلو جدا جدا وبننظفه وبنخسله فطبعا بيكون ايه مراعينه حلو وحلو وفي نفس الوقت بيدينا نتيجة هايلة زي ما قلتلك بعد ما نققنا الفول هننقعو لمدة 3 ساعات في خلال 3 ساعات دول هتلاقي ان الفول معاك حجمه زاد شوية والاشرة بتاعته هتلاقيها كرمشة سنة لا تعرفي ان الفول كده تمام وهنبدأ بعد كده هوريكي ازاي هنعمل الفول طبعا كمية الفول اللي انت بتستخدميها هتكون لازم مناسبة لكمية الاناء اللي هتعملي فيه يعني لو عاملة كمية كبيرة يستحصن يكون الاناء اللي هتعملي فيه كبير زي ما انت شايفة كده انا جايبة هنا ابريق فخار تقدر تستخدمي الابريق الفخار تقدر تستخدمي زبدية فخار تقدر تستخدمي فخارة تقدر تستخدمي قولها مفيش مشكلة اي حاجة ممكن تتساب على النار من غير ما يحصل لها حاجة ممكن تستخدميها هي دي الطريقة بتاعة الاجداد زمان كانوا بدمسوا الفول جوه الفخار طبعا الفخار من الاواني الكويسة جدا اللي بينصح بها خبراء التغذية ليه لانه ما بيحتويش على مواد سمع وما بيحتكش بالطعام او بتفاعل بالطعام هضيف اول حاجة هضيفها كمية الفول بعد ما تناعد شايفين الفخارة نضيفها وزي الفول وعايز اقولك الفخار ده صحي جدا 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 بيطلع معاك احلى تسوية ليه لان الفخار بيحتفظ بالحرارة فبالتالي بيخلي معاك الحاجة تفضل جميلة وطعمها حلو احلى اكل بناكله بناكله في الفخار اكل زمان بقى بريحة الاجداد كده اكل جميل وطعمه حلو هنا بقى الفول المتشوش وده مهم جدا يا جماعة في تدميس الفول ده اللي بيدي للفول القوام اللي احنا بنقول عليه القوام الزبدة القوام الكريمي هو ده السر اللي دايما بنحطه دول بقى معلقة رز كبيرة الرز ده يا جماعة هو اللي بيخلي الفول يتقل معاك ويبقى ماسك في نفسه كده ما يبقاش مية لما بتيجي تطلعيه دايما بنشوف الفول بتاع بره يبقى ماسك كده في نفسه هو الحل ده او السر ده بيبقى في ايه في معلقة الرز هنا بضيف معلقة سكر ما تقلقوش من الطعمه خالص ما تقولوش ازاي هنحط سكر على الفول السكر ده بيساعد على التسوية بيخلي معاك حبيبات الفول تكبر شوية وفي نفس الوقت لما تيجي بقى تقدميها تبقى حلوة كده وباينة زي الزبدة هنا طبعا هنشوف ايه اللي بيخلي الفول يبقى لونه حلو وجميل معايا في حاجات كده انا بضيفها للفول هي اللي بتديني اللون وبتديني النكهة الحلوة من الخضار انا بضيف زي ما انتو شايفين طبط مية واحدة بس وتكون صغيرة ما تكونش كبيرة بقطحها بس مش بقطحها صغير قوي بقطحها يعني كبير شوية علشان في ناس كتير ما بتحبش اه تضيف الفول للطماطن هنا بقى دلوقتي انا هضيف نص لامونة نص اللامونة ده يا جماعة بيخلي معايا لون الفول يبقى فاتح ما يبقاش لونه غامج وده سر حلو جدا هنا بقى اوريكم الغناء يعني او ان احنا نستغنى عن العدس ازاي في فصل الشتة طبعا عندنا الجزر الجزر ده مهم جدا مليان كيراتين بالاضافة لكده يا جماعة الجزر بيدي اللون البرتقاني الحلو بتاع الفول جربوا فعلا فعلا احلى فول اكلته لما اضفت الجزر المبشور هنجيب المبشرة وهنبشر كده نص جزرية يعني مش حاجة كتيرة حاجة قليلة جدا بس صدقوني النتيجة ابهرتني فعلا ما كنتش متخيلة ان الجزر لما هضيفه ليه دمست الفول او لفخارت الفول هيديني الطعم ده اول حاجة الجزر بيدي طعم حلو تاني حاجة بيدي ريحة جميلة جدا جدا فعلا فعلا تجربة يعني اسفتت نجاحها وفعلا متخيلتش ابدا انه هيكون طعمه جميل كده بعد كده هضيف بقى المية المغلية وطبعا لازم لما تيجي دمست الفول تضيفي مية مغلية متحاوليش انك تضيفي مية سقعة علشان متبوزيشي الطبخة بتاعتك هنا هجيب بقى ورق الفول ورق الفول هنا يا جماعة هيساعدني اني انا اكتم الحرارة او اني انا اخلي الفخارة تبقى محتفظة بالحرارة طول الوقت يعني الحرارة متطلعش من الفخر مع اني على فكرة الفخار بيحتفظ بالحرارة حتى من غير فول بس امان وفي نفس الوقت علشان نوفر في وقت السوى وكده هنستخدم ورق الفول ورق الفول ده هغطي بيه هنا الابريق طبعا عشان انا مستخدم ابريق فالابريق ليه كده بوز فانا هغطيه بورق الفول لو انتو مستخدمين زبدي او كده مش محتاجين ورق الفول لكن انا بصراحة حبيت اعمله في دي يعني شكلها شيك وحلو وقلت ايه هتعجبني اكتر في التقديم هحكم كده كويس جدا الغلق مع الغطاء بتاع الابريق زي ما انتو شايفين وهبتدي دلوقتي اوريكم ازاي نسوي الفول بطريقة بسيطة وسهلة ممكن طبعا تسويه يعني بكذا طريقة بس الفخار الطريقة الحلوة ليه انك تسويه على البتجاز قبل كده عملتلكم الفول بطريقة الدمسة الكهرباء هسيب بكم النمك في صندوق الوصف وعملتلكم الفول بطريقة السخان على البتجاز وحسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف وعملتلكم حاجات كتير ممكن نفطر بيها الصبح كلها هتلاقوها في صندوق الوصف وفي القناة اتمنى تعجبكم وتعملوها هجيب دلوقتي عين البتجاز الكبيرة وحطها على عين البتجاز الصغيرة ودي فكرة سخان البتجاز اللي عملتها لكم هنا انا بخلي الحاجة ما تشيطش اول حاجة تاني حاجة جماعة باحتفظ بكمية سخونة طول وقت التسوية لان الصغة الظهر او حديد الظهر اللي احنا جوه البتجاز ده بيحتفظ بالسخونة طول وقت السوا بنسيبوا كده على المتجاز لمدة ثلاث ساعات على نار هادية جدا كأنها شمعة بالضبط وهوريكم بعد الثلاث ساعات قد ايه الفول بقى جميل حلو جدا جدا على ما اظن يعني الوصفة سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي حاجة خالص بس اعنا بقى طلبة منكم كده لايك حلوة كده للوصفة هنشوف دلوقتي ازاي الفول بتاعنا اتدمس بعد مرور ثلاث ساعات هنفتح على الفول ما نفتحش عليه قبل كده احنا حطين كل الحاجات وحطين مية كفاية ما تقلقوش خالص زي ما انتو شايفين كده فتحنا الفول بصراحة طحفة آآ ريحته جميلة آآ شكله من الدمس حلو قوي قوي وهوريكم دلوقتي لما انا غرفه هيبقى قد ايه طري وزبدة وحلو جدا تابعوا معي وشوفوا احلى طبق فول ان شاء الله يعجبكم طبعا ده الطبق اللي انا هفضي كل الفول قدامكم عشان نشوف اول دمسها الفخار او اول الابريق الفخار زي اخروا كله الدمس ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس على كلمة الكل ولايك حلو كده للوصفة عشان يوصلكم كل ما هو جديد تعالوا دلوقتي حالا نشوف هنعمل ايه شايفين الطريق شايفين بجد بجد طحفة انا انبهرت عمري ما تخيلت ان الفول هيطلع كده من الادرة الفخار طلع احلى بكتير من السخان الكهرباء وطلع احلى كمان من طريقة الحلة وطلع احلى من اي دماسة احنا بنحطها على الدماسة الومونيو او ستانلس او اي حاجة وغير كده احلى حاجة في الفخار انه هو نضيف جدا يعني ما بيلزقش فيه الاكل ودي ميزة حلوة جدا في الفخار بالاضافة الى ان هو بيحتفظ بالسخونة بتاعته فبيخلي معي الاكل طعمه حلو ودايما دافي وحلو خصوصا في الشتاء ده كمان بالاضافة الى ان هو بيحافظ على الاكل ما بيغيرش لونه ولا طعمه بالنسبة لحفظ الفول زي ما قلتلكم بتحفظ الفول بعد ما بتدمسيه مباشرة في علب تلاجة بس لازم يبقى في الفريزر يستحسن ما تسيبيش الفول برا للفريزر لان الفريزر هو اللي بيخلي الفول يحتفظ باللون بتاعه والشكل بتاعه او ممكن لو عندك كياس تلاجة تضفيف كياس التلاجة على حسب استخدامك وبرده تضفيف الفريزر ما تسيبوش الفول برا علشان الفول برا بيتغير لونه وطعمه هنا طبعا اضافات الفول عندنا كزا حاجة للفول عملتلكم قبل كده الفول بالطحينة بس انا النهاردة هعمل لكم الفول طبعا الفول اللي عادي اللي احنا بنفطر به ده شوية شطة وشوية دقة بتاعت فول وزيت حار وطبعا زيت الحار هعمله لكم قريب هنلزل لكم طريقته ان شاء الله يا رب اه ربنا يقدرني كده هنلزل لكم طريقته هنا العصرة لمونة وبقى معاك احلى فطار اه اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة فعلوا جرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل الاشعارات اللي بقدمها من قناة تحياتي لكم وبالفعنا وشفا